السلام عليكم اصدقائي مرحبا بكم في حلقة جديدة موضوع حلقتنا اليوم عن نبتة برية معمرة وهي نبتة الارقطيون يعني نبتة معروفة وموجودة بالعراق والوطن العربي وكل دول العالم ها هي امامكم نبتة الارقطيون او ما يسمى محليا للزيج او للزيج الغنم لان دايما تلتسق بذورها باصواف الاغنام والحيوانات فالها تسميات عديدة وكثيرة من بكان البكان ومن دولة دولة الاسم العربي له هو الارقطيون هذا اشهر اسم الها مثل ما قلنا هي نبتة معمرة هاي بذورها تشبه بذور الخروع لكن شوية اضعف ومتطاولة ومن الامام شوف بيها شوكة كبيرة محاطة بالاشواك يعني هذه النبتة في الآونة الاخيرة اكتشفوا لها فوائد كثيرة وليس فقط في الآونة الاخيرة وانما حتى في الصين في الشعب الصيني دخلت في الشعب الصيني يعني استخدموها استخدام واسع ومن اهم استخداماتها يعني بما يخص هذه النبتة يعني المهم في هذه النبتة هو الجذر والاوراق فقط الجذر مالها يشبه ثمرة الجذر والمهم اللي يهمنا في هذه النبتة هو الجذر والاوراق واكثر اهمية هو الجذرها اللي يستخدم كزيت في صناعة زيت لمعالجة الكثير من الامراض وممكن اكله مباشرة يعني مو شرطة حوله الى زيت يعني اهم فوائد الجذر مالها اللي يشبه ثمرة الجذرة هو يعني البشر يتعرضون للدغات الافاعي والعقارب والحشرات السامة وغير السامة فيستخدم ليقاف تدفق السم في الجسم وحتى ينهي وايضا زيتها يستخدم في القضاء على البكترية والطفيليات ومعالجة فروة الرئيس وحساسية الجلد والحساسية اللي موجودة والحكة في الرئيس وايضا يستخدم لتطويل الشعر يعني النبتة لها استخدامات واسعة تقدرون تدخلون على القوغل وتستعلمون عنها هاي النبتة هي طبيعية وموجودة عندنا بالعراق تلقوها قرب الانهار شوفها سهناء هاي ساجد في البساتين وايضا حتى في الاماكن ممكن الرطبة وشبه الرطبة احنا عندنا هنا في العراق تنتشر انتشار واسع يعني ممكن تلقوها بكل بكان هاي كل المعلومات عن هذه النبتة مثل ما قلنا استطباباتها واسعة تقدرون تبحثون عنها انا انطيتكم المهم بيها وايضا اكو معلومة اخرى يعني بما يخص استطباباتها هي تخرج السموم من الجسم وايضا تخرج السموم من الكبد والكلة يعني نبتة فعالة ومفيدة وهاي كل المعلومات عنها وهذا شكلها هاي شكل اوراقها شوفوها هذا شكل ثمارها او بذورها حتى تعرفوها بصورة اوضح تحياتي للجميع ساعة كامل